أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأعوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيتهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه ولا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم محشرون والذين كذبوا بآياتنا صنوا وبكروا في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضي فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي وما كان لبشر أن يكلم الله الله إلا رحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوقي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وقيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوقي بإذن ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وقياً أو من وراء إقجاب أو يرسل رسولاً وفيوقي بإذنه ما يشاء وإنه علي حكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر